اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سؤال الثاني بيقول لي يكتب ما تشير اليه العبارة مدينة داخلية وهي العاصمة الحالية لنيجيريا طبعا دي مدينة ابوجة رقم اتنين بيقول لي يستخرج من عصارة اشجار استوائية وتعد اسيا اولى اقارات المنتجة له طبعا ده المطاط الطبيعي هنبدأ نتكلم النهاردة عن دولة الولايات المتحدة الامريكية طبعا الولايات المتحدة الامريكية دي بتمتلك كل المقاومات الطبيعية والبشرية اللي بتؤاهلها النية تكون قوة اقتصادية ضخمة في العالم طبعا اتفقنا بقى خلاص النقاط النقاط للسلة هنتكلم عليها في كل الدول اللي احنا هناخدها موقع فركي او جغرافي او عدد سكان او اهم مدن او علاقات مصرية ما بينها وما بين الدولة اللي هندرسها طيب اول حاجة هنتكلم عليها في الولايات المتحدة الامريكية طبعا هنتكلم عن الموقع الجغرافي الولايات المتحدة الامريكية طبعا هي عبارة بتتكون مجموعة من الولايات هي عبارة عن خمسين ولاية طب لو جينا اتكلمنا عن الموقع الجغرافي بتاعها زي ما احنا شايفين كده على الخريطة قدامنا حلاقي ان بيحدها من الشمال دولة كندا طيب ومن الجنوب حلاقي عندي دولة المكسيك وكذلك ايضا خليج المكسيك طب لو جينا اتكلمنا عن الاتجاه الشرقي حلاقي بيطل عليها المحيط الاطلنطي وكذلك ايضا الاتجاه الغربي او من جهة الغرب بيطل عليها المحيط الهادي بعد كده هنروح نتكلم على تدريس في الولايات المتحدة الامريكية طبعا ولاد تتدوع تدريس الولايات المتحدة الامريكية من الشرق الى الغرب كالاتي اول حاجة ولاد عندي ممطقة اسمها الساحل الشرقي وخليج المكسيك طب ايه التدريس الموجودة في الساحل الشرقي وخليج المكسيك بولي اولا المنطقة دي بتتميز باستواء السطح والتعرج وظهور الخلجان ويتسع بالاتجاه جنوبا يبقى اول منطقة الساحل الشرقي وخليج المكسيك والمنطقة دي بتتميز باستواء السطح والتعرج وظهور الخلجان ويتسع كلما اتجاهنا الى الجنوب وعندي ايضا كمان المرتفعات الشرقية اللي هي بيطلق عليها مرتفعات جبال الابا ليش كمان أولاد عندي السهول الوسطى السهول الوسطى أولاد دي تمتد من إقليم البحيرات العظمى شمالا حتى خليج المكسيك جنوبا ويجري بها نهر المسيبي وكذلك أيضا عندي برضو بلاقي السهول الوسطى حلاق أن هي بتمتد في إقليم البحيرات العظمى زي من مستر لأنه عندي كمان نطاق السلاسل الجبلية الغربية وعندي اللي بتمتد من الشمال إلى الجنوب ومنها جبال كيسكيت كمان أولاد عندي نطاق المرتفعات والأحواض الجبلية الغربية وده تتكون من سلاسل الجبال عليها جبال روكي زي ما هوضع حدامك على الخريطة وكمان هضاب مرتفع أهمها هضبة كلورادو اللي موجودة في الجنوب يبقى هنا دي المناطق الموجود فيها متدريس في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للمناخ والنبات الطبيعية اللي موجودين عندي طبعا اتساع مساحة الولايات المتحدة الأمريكية أدى إلى تنوع التدريس وبالتالي أيضا تنوع المناخ وتنوع البيئات أو تنوع النبات الطبيعية طيب تعالى كده نشوف أول الأجزاء اللي موجودة عندي أو المناطق اللي موجودة عندي عندي الساحل الجنوبي الشرقي ودلتا نهر المسيسبي دي حلاق بيسود المناخ شبه المداري الحار مع أمطار غزيرة طوال العام وده بيتأثر بالأعاصير المدارية المدمرة وتنتشر بها غابات الأقليم الصين أما السهول الوسطى في الولايات المتحدة الأمريكية فهي تختلف خصائصها من منطقة لأخرى ليه كده قال مستر نظرا لإتساعها وأمتدادها من الشمال إلى الجنوب يعني مقدرش أقولك أن هي تتميز بمناخ معين بتكلم على السهول الوسطى وتتميز بانتشار الحشائش في الوسط والغابات في أقصى الجنوب الإقليم المناخ التالي طبعا حلقه الإقليم الجبلي والهضب ده اللي موجودة عندي في الغرب اللي بلايه في الجزء ده بتقل الأمطار على الأحواض الجنوبية حيث صحراء أريزونا الحرة الجفة كما تسقط الأمطار الغزيرة وتنخفض الحرارة على المرتفعات الشمالية والغربية بلايه في المكان ده والطالما إقليم جبلي يبقى تنتشر فيه الأعشاب الصحراوية كما تنتشر فيها أيضا الحشائش والنباتات الجبلية بعد كده أولادنا هروح نتكلم على السكان في الولايات المتحدة الأمريكية أول حاجة أولاد بقول لي يصل سكان الولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب من 318 مليون نسمة الكلام ده كانت سنة 2014 وكذلك بيعيش سلسي السكان في المدن والسلسل آخر في الريف طيب تعال سنة ثالثة نشوف مع بعض سكان الولايات المتحدة الأمريكية إيه هي المناطق اللي بيتركزه وإيه هي المناطق اللي بيقلوا فيها عدد السكان أول حاجة مناطق التمركز السكاني أول حاجة بيقول لي اقليم نيو انجلند بالمنطقة الشمالية الشرقية وتقريبا ده بيسكنه أكتر من 50% من السكان على الرغم أنه لا يمثل أكثر من 12% من المساحة كلية الولايات المتحدة الأمريكية طب لما هو 12% من المساحة ليس يكن فيه 50% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية قال لأنه أو أكثر أقاليم اقتزازا بالسكان بسبب وجود المدن الكبرى مثل مدينة نيويورك وكذلك وجود المناطق الصناعية والتجارية الكبرى كمان أولاد السكان في الولايات المتحدة الأمريكية بيتمركزه في السهول الوسطى حول بحيرات العظمة وفي السهول الفايدية لنهر المسيبي ودلتا كمان بيتمركزه في السواحل الغربية حيث وجود المناطق الصناعية والمدن الكبرى مثل سان فرانسيسكو ولوس أنجلس وكذلك المناطق الزراعية الخزبة أما بالنسبة للمناطق اللي بيقل فيها السكان حلقهم أنهم بيقلوا في نطاق المرتفعات والأحواض الغربية طبعا ده بسبب الزروف الطبيعية الصحبة وكذلك أيضا ولاية ألسكا بسبب درودة الجو بعد كده سنتلت هنروح لسؤال المتفوقين السؤال بيقول لي ما النتائج المترطبة على اتساع مساحة الولايات المتحدة الأمريكية وتنوع تدريسها اتساع مساحة الولايات المتحدة الأمريكية وتنوع تدريسها هل تتفكر في السؤال التي تبعض غلنا الإيجابة؟ هنتكلم دلوقتي عن أهم الموارد والأنشطة الاقتصادية اللي موجودة عندي في الولايات المتحدة الأمريكية بيقول لي طبعا ان الولايات المتحدة الأمريكية دي بتعتبر القوى الاقتصادية الأولى في العالم لأن هي بتتمتع بموارد طبيعية وفيرة ومتنوعة وده طبعا قدى الى تعدد الأنشطة الاقتصادية وضخامة الانتاج اول نشاط هتكلم عليه هو نشاط الزراعة بيقول لي تتميز الولايات المتحدة الامريكية بدخامة وتنوع الانتاج الزراعي زي ما احنا عارفين ان الولايات المتحدة الامريكية من البداية خالص هي من الوحدة اللي احنا اخدناها انها طبعا اكبر دول العالم في انتاج القمح وبنجر السكر طيب ايه اللي خل الولايات المتحدة الامريكية تتمتع بالمكانة دي في مجال الزراعة هقول له بسبب وجود اراضي زراعية خصبة موجودة فين بالزبط اللي موجودة في سهون نهر المسيسبي في الوسط وفي الجنوب الشرقي وفي الوادي الأوصل بكاليفورنيا كما توجد أيضا على جوانب المرتفعات وهي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة أما النشاط الاقتصادي الآخر الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية ألا وهو الإنتاج الحيواني أو الصروة المعدنية بقول لها مستر أن الولايات المتحدة الأمريكية تربي أعداد كبيرة من الأبكار والأغنام والخنازير لإنتاج اللحوم التي يصدر جزء منها إلى الخارج بالإضافة إلى إنتاج الألبان والجلود أما بالنسبة للجزء الآخر من الإنتاج الحيواني حلاء برضو أنه هي بتمتلك صر وسمكية كبيرة بسبب وقاعها على محيطين كبيرين اللي هما المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي وكذلك أيضا وجود الأنهار والبحيرات والنشاط الاقتصادي الثالث هو نشاط التعدين بقول لها تنتج الولايات المتحدة الأمريكية كميات كبيرة من المعدن ومصادر الطاقة بل وتعد من أكبر دول العالم في إنتاج كل من النحاس والفحم والبترول والغاز الطبيعي ده كمان كنا واغدينه في الدرس الثالث اللي موجود في الوحدة الأولى المعلومة دي مش جديدة عارفين إن الولايات المتحدة من أكبر دول العالم في إنتاج النحاس والفحم والبترول إلى جانب الغاز الطبيعي النشاط الاقتصادي الآخر اللي هنتكلم عليه هو نشاط الصناعة بيقول لي طبعا زي ما احنا عارفين ان الولايات المتحدة بتعد القوة الصناعية الاولى في العالم طبعا واولى الدول الصناعية السبب ده الكلام ده سببه ايه؟ هقول له كده بسبب توفر كل مقومات الصناعة بها واسهمها بحسس مرتفعة في الانتاج العالمي في عدة صناعات طب ايه اشهر الصناعات اللي بتشتهر بها الولايات المتحدة الامريكية؟ عندي صناعة السيارات وصناعة السلب وصناعة الالمونيوم وصناعة الطائرات وسفن الفضاء والاقمار الصناعية وكذلك ايضا الصناعات الالكترونية والكهربائية كمان ولاده عندي اهم المناطق الصناعية الموجودة في الولايات المتحدة الامريكية عندي ثلاث مناطق هم دول اهم مناطق الصناعة في الولايات المتحدة الامريكية وهي منطقة الشمال الشرقي اللي موجودة في البحيرات الوسطى إلى جانب منطقة الجنوب الموجودة في بيرمينجهام إلى جانب منطقة الغرب الساحلي واللي موجودة فيها مدينة من المدن الكبرى وهي مدينة سان فرانسيسكو هم دول أهم المناطق الصناعية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وعندي سؤال متفوقين السؤال بيقولي بما تفسر تعد الولايات المتحدة الأمريكية القوة الاقتصادية الأولى في العالم بما تفسر تعد الولايات المتحدة الأمريكية القوة الاقتصادية الموجودة في العالم هنبدأ نتكلم دلوقتي عن أهم المدن اللي موجودة عندي في الولايات المتحدة الأمريكية أول مدينة هنتكلم عليها اللي هي مدينة شيكاغو زي ما احنا شايفينها كده قدامنا على الخريطة اللي دي تعتبر أكبر مدن السهول الوسطى وتقع على بحيرة اسمها بحيرة ميتشيجن أما المدينة الأخرى اللي هي مدينة واشنطن ودي تعتبر العاصمة السياسية زي ما احنا شايفينها كده على الخريطة اللي دي بتطل على المحيط الأطلنطي المدينة الثالثة عندي مدينة نيويورك ودي ميناء مهم وتطلع على المحيط الأطلنطي ويوجد بها مقر الأمم المتحدة أما بالنسبة للمدينة الرابعة اللي هي مدينة سان فرانسيسكو ودي بتعتبر من أكبر الموانئ الأمريكية والتي تقع على ساحل المحيط الهدي آخر نقاط الدرسة أولايا هنتكلم على العلاقات المصرية الأمريكية أول حاجة بيقول لي أن ترتبط الدولتان بعلاقات قوية في مختلف المجالات وتوجد اتفاقيات بين البلدين في إطار التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والثقافي والعلمي طب إيه هي الاتفاقات الموجودة بينهما ألا مستر توجد اتفاقيات تجارية بينها اتفاقية منطقة التجارة الحرة وكذلك اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة اللي هي بنسميها أو بنطلق عليها في بعض الأحيان الكويز كذلك أولاد تستورد مصر من الولايات المتحدة الأمريكية كالثلاث حاجات وهي منتجات تكنولوجية حديثة وأسلحة وطائرات دي ملخص العلاقات المصرية الأمريكية تتلخص فيه يأما اتفاقيات تجارية يأما أن مصر تستورد منها منتجات تكنولوجية وأسلحة وطائرات آخر حاجة نتكلم عليها طبعا سؤال المتفوقين بيقول لي بما تفسر تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بضخامة وتنوها لإنتاج الزراعي تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بضخامة وتنوها لإنتاج الزراعي هنستنى منكم الإجابات إن شاء الله المرة الجاية نتمنى أن أنتم تكونوا فهمتوا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر